طيب احنا فقرة للأسئلة السريعة دي خلصت خلاص هي سئلة الجمهور جينا بفقرة وهي فقرة انت مين انت مين اسمك ايه البطاقة ساكن فين ملادك مين زوجتك مين حاجات كتيرة او نتكلم انت مين الاسم في البطاقة الاسم السلاسة علاء الدين علاء الدين مهمة جدا عشرولاد بدأوا منها جدا كلمة علاء الدين دي بدأوا منها جدا انت عاوز بقى فروس سحي لا اصغل بالك بتعطر حاجات كتير حاجات قانونية وشكات وشعرف ايه اذا ما كتبش الدين فيش والله اه والله فعشان كده علاء الدين نبيل مرسي احمد الاسم طويل اوي اه وتقول لي علاء الدين نبيل مرسي طيب هوايتك ايه يعني كرة كرة متوعش تستاط بطوعش هل تسافر لا 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 خلص لا ما فيش اي ما فيش اي نشاط عندك لا هي هي الكرة بس بس وحاليا قضاء الوقت ولعبة مع الاحفاد عندك الاحفاد قد ايه عندي خمسة مش تبينها ما شاء الله ما فيش واحد من عائلة علاء نبيل طلع شبيه علاء نبيل في الكرة احمد وادهم لا حتة سافر الخارج ده عطلتهم عطلتهم هم يعني اه وبعض النفوس عطلتهم يعني برضو حتة الولاد على النبيل واندي بقى ادم الصغير ده بقى عنده حساسية غير طبعا ايه يا ابني انت روح ايه اه هم قالولي انت جبت جن عشان ابني على النبيل يا ابني شيل بوباك من دماغك لا ما فيش فهم عطلتهم احمد الكبير النفوس خلصت عليه يعني ضررت ولادك اه يا حول الله يا رب تحب الاكل كنت بس تقولون دلوقتي خلاص منعني خلاص وحب الحلوات ما زلت لحد دلوقتي ما الحلوات دي من زمان زمان ما كنا في المعسكرات كان يجيب لنا عربيتين حلويات قبل كده ايه الاكلة المفضلة ليك اه والله يا بص يا جابتن كل كل يعني دايما انا احب اي اكل مع رز مع رز ذالي اساسي يعني انت ضربت شوية في الاردن اه وفين تاني في الاردن والسعودية والسعودية بص الاردن دي ممتعة في الاكل انت بتحب تخول المطبخ استحالة ما عرفش خالص طبش تعمل الاكلة معنا ولا دموع اكل بس بس اه يعني انت اكيل انا الاردن ممتعة في الاكل يا جابتن صاح الاردن اصلي خليط من الاكل الاردني الشامي واللبناني والسوري والفلسطيني اه فالادهم ابن الصغير قريب بقولي انا عايز اطلع اسبوع الاردن اروح اكل واجه طوله عشان هتروح الاردن اشتاكل وترجع اه طبعا مزاج علاقة كي بالفيسبوك خالص نهائي ولا لي صفحة ولا لي حاجة خالص ولا ولا بتهتم بالصحافة ولا خالص بقى كافة يعني اقول لحضاك حاجة انا مثلا بقى لي يمكن من ساعة الثورة دي انا ما فيش جران اشتريته خالص خالص الاخبار على الهوى بتحب الاغاني اه مين مطربك المفضل مطرب المفضل اه اه احب اه مجيل القديم احب اه اب حليم قوي والجيل الجديد احب اه واقل كافوري واحب عمر واحب تامر في مفضل الشكر مين محبتهش لا لا فيكت ايه اه طيب بتحب الافلام ابيض الوسود انت موطليش لا الستاتة طيب لا مانا الستاتة ايه المغنيات اش مانا المغنيات بس ما انت اللي انا اللي بسيبك انت مش عاوز تقول لا انت بتقول لي من مين من المطربات العظام اللي انت بتحب يتحب ايه الحتة دي الوقت بعيفر جدا يعني فيه اوقات ومكرسوم دي بالنسبة لي الاساس لا مكرسوم دي معانا كلها وفيروز وفايزة وفيروز ايه اه تمام وبحب جدا اه شيرين عبوهابة اه سطها بمؤسف وطني اول اه ليه وطن ليه لا فيها ليه اغاني وطني اه 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 لا يعني اه سطها جميل بصراحة يعني طيب وما هي ده الحناوع لا ده مالها دي اه لو قلت لك دلوقتي اه انت بقول ليش افراد قصراتك مين عندي اه لا الزوجة الاول الزوجة الاسم يعني اه طبعا اه مع فهم السوفي ايوه ولادي احمد علاء نبيل وران علاء نبيل دول توقم اه وعندي ادهم علاء نبيل ده فرق بينه وبين اخواته 13 سنة 13 سنة اه طيب لو انت قلت لك انت بتقول لي بحب يا عبدالحليم ومكلسوم وفيروز اه وانت قاعد كده وعاوز تبعت اغنية لشريكة حياتك اللي شافت معاك الحلوة والمر والمر اكتر من الحالة هتقول لها ايه وانت بصل الكاميرا كده اقول ليك لها اغنية يعني او لا قلها جزء من اغنية او كلمات اغنية لما انت عاوز توصل لها على على كاتل مصطفى ده سؤال سؤال محيم لا يعني صعب اغنية.. انت بتحب عبدالحليم بتحب ايه ف اغنية اللي كانت بتسمحها من الزمن القديم أحبها اقول اه جبار جبار اقول لها والله زمنها سلاحي ايه ان اغنية العاطفية الجبال ام كولسومي عبدالحليم اعسى بعدها لها ولها بهديك الأغنية دي؟ يعني من حب الميادة اللي هي أول ما شفتك حبيتك لمين؟ لميادة الحناوين دي بتبعتها؟ طب وما بتقول له أنت مكسوب في إبعتها للميادة بعد السن دا قعد أغني أقول له غني؟ إيه المشكلة السن إيه؟ فأول ما شفتك حبيتك وقعدين جبار جبار؟ لا 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 أنا بأزر يعني طبعا الشركة للحياة دي بتبقى يعني بالذات للناس هدي الحسن اللي ربنا بيرزقنا بقى في الولاد اه دي حقيقة يعني بتحمل بقى صفر وغربتي وتربية الولاد يعني سبتاة لما سفرت لأردن كان في أصعب مرحلة للولاد في سنة عامة ودروس وتروح وتيجي وبتاع فيعني شالت الشلقة فطبعا بنتاز الفرصة اللي أنا يعني بشكرها وربنا خليها لينا أمين يا رب ويخليكم البعض ويخلوكم وولادكم طيب احنا معنا تقارير لولادك طبعا انت الكلام دا ما تعرفوش انت هتسمع هايقوله ايه ونرجع تاني ثاني مبال عبدالهم راجع بش عارفه ويقول لا لا استنى شوية عشان بش عارف في البيت بيرشه ايه طبعا دا ما تسمع هايقوله ايه فاضل يا حفر طبعا أول دايما بافتخر به في أي حتة وغير كده هو مميز في حتة انه هو دايما فاصل بين الشغل والبيت ودايما بيحاول تصيرته حلوة دايما قدام الناس في أي حتة دايما لما حد مثلا بيكون عارف ان انا ابن علاء نبيل بيكون انا بيقعد يتكلمني عنه ان هو راجل قد ايه راجل محترم وبيراي شغله وكل كلم بابا مع ادهم اخرى العنقود زي ما بيقولوا الموضوع هو وماما الاثنين كده اللي هو انتوا تصرفوا بقى انتوا خطوا الكباروا وبتاعشوا بقى انتوا عايزين ايه ولما نيجي نكرر مثلا هنعمل كذا او يعمل كذا لأ هم بيتدخلوا لأ عشان ما يزعلش هو بتاع رانا الحتة الترية كده بابا كده على جنب دي على حاجة على جنب انا الموضوع جد شوية معايا في حتة اللي هو الكرارات بقى يعني مثلا لو جالوا اوفر في حتة او عارض في حاجة او ان هنعمل اه اه بابا ليه توكوس معينة كده لما الدنيا كده تبقى ايه بيبقى فيه مثلا ايه لو بقى له فترة ما فيه شغلة او حاجة او بتاع فتلاقيه مثلا طلع احنا عندنا شالية كده في سيد كرير يطلع يقعد فيه وربنا بيرزق تفهمش ازاي فيه شوية حاجات كده في الكرة دايما ايه حد كده في روصة الكرة وفيه تفاقل وتشاقم كده ده الموضوع ده اساسي فهو يطلع عندنا اول ما لاقي التليفون بقى بيتكلم في وقت غريب بالذات اعرف ان فيه حاجة جات له بابا من الناس اللي انا بشوفهم عنده قلة توفيق شوية وقلة بخت فبس حقيقة مش عشان والدي انا كنت فيها عدت لعبت كرة كتير وعدت فترة كرة وبتاعه كلام من ده وفي الوسط طبعا بسبب مهنته يعني هو مكتاد جدا جدا فكنت عارف ان هو يعمل حاجة ويسف زد يعني بحكم شغله بابا خلي بالك برضو يعني هو انا باتكلم في موليد 87 انا لما كنت في الفترة دي كان بابا كل الدنيا كان من سنة 98 لغاية 2006 معسكرات ومنتخب اه مش فاضي خالص فكان جيت دولارحمه هو اللي كان بيجي دايما معي والناحية التانية لما سافر الاردن كنت انا ابتدت بقى سنوية عامة فمع نادي المقاولين والتمرين البروفيشنال صبح و بعد الظهر و اعداد واه 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 مكنش عافى اوزب دراسة و اوزب و اوزب تمرين فحولت على نادي الشمس كانت ترى التمرين في الاسبوع و الدنيا هادية كده شوية ما عرفتش اخد استخنة ورجع تاني المقاولين لما خلصت مع هندسة الموضوع قفل خالص بقى لما كان بيجي و احنا صغيرين بزاد كان بيجي معي عطول اول لو فاضي ما فيش معسكر او ما فيش تمرين او اي حاجة كان لازم يبقى موجود معي انا كنت بالعب رأس حربة تمام و كنت هتدفر ايتي و كنت الحمدلله يعني كنت بالعب كويس مش وحش و كان على طول هو دايما يعني لأ الطريق و احنا رجعين احنا بنتكلمش احنا بنحلل بقى يعني انت عملت كذا و الكرة دي كذا و مش عارف ايه المرة الجاية لما تيجي لازم تخش عليها بطريقة فلانية لأ الاحنا لازم تفتح كده تنزل كده لأ كان على طول يوجهني اكتشف فتكر مرة و عابش فكر موقف دول لأ العامل اللي معنا بتاع اوت الليبس كان اسمه عم سيد جالي في اوت الليه تضاعت مفراد فجايلي وبعد المتش و انا كنت جايب جوني يعني كده كده بس كنت مضاعت مفراد كده فبابا كان قسر الكورسي اللي بقى اه و عم ايوم يتنرفز وبتاع فجايلي بقول لك ايه ما تضيعش تاني عشان الكاب تتكسر كل كارسي النادي خلاص مفرش فلأ هو كان يفضل قاعد ياخد كورسي و يقعد عند الكورنر كده عند الجون اللي انا هلعب عليه و يفضل قاعد و منبرة كده هو بقى الواحده كده بصوت وطي عشان حتى المدرب بتاعي ما يبقاش حسس انه هو بيعدل اه 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 طبعا بابا طبيعي جدا في التعامل مع اي حد حتى لو نصبر يعني هو طبيعي جدا بس انا بابا دايما فيه بيننا لينك كده يعني مش عارفة بس لما بقول حاجة بيفهمني يستوعب اه هو لو عايز يوصل ميسج لأحمد او لأدهم يجي يقول لي عايزك تعوذي معده شوية تعوذي معده شوية تقولي لده كذا تقولي لده كذا كده يعني هو لما بيبقى فيه ماتشات طبعا احنا فيه جروب كده لنا مع بعض فتلاقي بابا بعد انزلوا يلا الماتشة هيتدي العادة جاهزة يلا بينا من انزل بقى واحد للعائلة واحد لنا احنا الفاميلي يعني تعايتنا احنا انا واخواتي وجوازاتنا وماما وبابا هو اقرب واحد لبابا انكل محمود انا بقول له انكل محمود وانكل محمود الجهري كان برضو من اقرب اقرب الناس لنا كلنا يعني كفاميلي احنا وهم